مشاهدين الكرام دلوقتي هنصيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة فضاليا مينة شكرا لك هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطرق صباح اليوم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من ستين دولة فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر بشأن تغير المناخ قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفرو دونتسك ومنطقة خاركيب وفي خطاب أضاف زيلنسكي أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمه أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممرا إنسانيا اليوم لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفرو دونتسك وأفدت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين مضيفة أنه سيتم نقل المدنيين إلى منطقة لهانسك الانفصالية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على الحدود مع أوكرانيا بما في ذلك بولندا في محاولة للمساعدة في زيادة صدرات الحبوب من كييف ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتنمية وأضاف بايدن أنه يعمل مع دول أوروبا لإدخال 20 مليون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا إلى السوق للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية قالت وزارة التاقة الأمريكية أنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي للإستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات التي يتم بيعها سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر ألغيت رحلة جوية كان يفترض أن ترحل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطط أقرتها الحكومة البريطانية للحد من تدفق المهاجرين السريين إليها وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر أعلنت سويسرا إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر جاء ذلك القرار على خلفية حدوث مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية تسببت في إيقاف حركتي الإقلاع والهبوط في المطار وختاما يصدف الأهل في التاسعة مساء اليوم فريق إستان كومباني في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدور الممتاز ويحتل الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدولي برصيد 37 نقطة بينما يحل إستان كومباني المركز الأخير بل يحتله برصيد 13 نقطة نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل